جاءتنا مسألة فيها الزوج وأم إيش يأخذ الزوج النصف الأم إيش تأخذ الثلاث طيب من ستة نعم جاءتنا مسألة فيها أم وأخت شقيقة الهم هنا إيش تأخذ الثلاث الأم إيش تأخذ الثلاث والأخت الشقيقة النصف المسألة من كم من كم ستة الثلاث اثنين والنصف ثلاث المجموع تضع خطها كذا وتكتب خمس مثل درس أمس هناك كانت تزيد هنا نعم نقصان في أسر المسألة وزيادة في السهام لكن عند الفرضيين إشكال هنا في مسائل الرد ما هو الإشكال؟ قال لا يرد على أحد الزوجين قال لا يرد على أحد الزوجين لماذا؟ قال لأن الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام مفهوم؟ طيب عندنا مسائل واحدة أو مسائل مع الزوجين كلها في مجموعة واحدة أو في مجموعتين شوف مشموعة واحدة طيب انتبه معي نصف أنا آسف أعطيناها النصف بس هنا نعم يعني ما تسمح لي بالخطأ يا شيخ صالح ما في مشكلة ها؟ ستة لأن الثلث والنصف من ستة طيب جاءتنا مسألة فيها ثلاثة أخوات لأب ثلاثة أخوات لأب يش يأخذنا؟ ها؟ ستس؟ ثلاثين ثلاثين لكن لا يوجد لهم نعطيهم كل المال كم كل المال لهم؟ هم ثلاثة مسألتنا من؟ من ثلاثة من ثلاثة عدد رؤوسه إذن إذا كان الرد على صنف واحد من عدد الرؤوس تمام؟ إذا كان الرد على أكثر من صنف نعطي كل ذي فرض تعطي فرضه مفهوم؟ وتجمع هذا النوع الأول النوع الثاني قال إذا كان يوجد أحد الزوجين أحد الزوجين مع صنف واحد عندنا مثل هذه المسألة الزوج يأخذ النصف الأم تأخذ المفروض الثلث وإيش؟ والباقي يعني ممكن تكتب المسألة هكذا ستة ثلاثة الثلث كم؟ اثنين بقي معنا كم؟ واحد ما تستطع تضع على الستة خط وتكتب خمسة لأن الزوج لا يرد عليه نبغى الرد الباقي على من؟ على الأم نقول اثنين زايد واحد يساوي كم؟ ثلاثة وتختصر المسألة كما قلت لكم من اثنين واحد والباقي واحد كأن الأم أخذت كم؟ النصف مرة أخرى أعيد إذا كان الرد على صنف واحد يكون الرد من عدد الرؤوس أصل المسألة من عدد الرؤوس إذا أكثر من صنف تجمع مثل ما صنعنا فيه مسائل العود صح؟ إذا كان الرد مع أحد الزوجين تعطي الزوج الفرض وترد الباقي على صاحب الفرض مفهوم إخواننا؟ طيب عندهم مسألة غير هذه جاء أنا أكثر من صنف مع الزوجين أكثر من صنف مع الزوجين أعطي لي مسألة من المسائل أستاذ زوجة أيوة؟ أيوة؟ وأم وأخت ليهم انتبه معي يا الشيخ اشتاخذ الزوجة؟ من يقول نصف؟ ها؟ الربع والأم الثلث والأخت لأم مسألة من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث أربعة والسدس اجمع تسعة تسعة الربع مسألتها من أربعة واحد وتكتب هنا الباقي ثلاثة بعدين تصنع مسألة خاصة لأصحاب الرد مسألة هنا مسألة الأم فيها ثلث والسدس من كم تكون؟ ستة الثلث الثلث اثنين والسدس واحد المجموع ثلاثة انتبه معي ترى حل هذا سهل ان شاء الله ليس فيش كل لكن ركز قليل اذا وضعنا مسألة الزوجة على حدة والورثة على حدة كم بين الباقي والمسألة؟ شوف الآن شفت الآن الدوائر هنا عندنا ثلاثة وهنا عندنا ثلاثة طيب ثلاثة قسمة ثلاثة ثلاثة واحد تضع هنا فوق الثلاثة وثلاثة قسمة ثلاثة واحد تضع هنا فوق الأربعة واحد في أربعة دائما تضرب اللي على اليمين واحد في أربعة أربعة واحد في واحد اثنين في واحد واحد في واحد واحد اجمع أربعة الزوجة أخذت الربع بالضبط لأنه قلنا ما يرد على أحد الزوجين لكن الأم أخذت هنا النصف لأنه رد الباقي عليها وعلى الأخت لأم غير مفهومة هذه أعيدها ما في مشكلة أعيد مرة أخرى أعطينا مسألة زوج وأم وبنت انتبه معي الزوج يأخذ الربع والأم السدس والبنت النصف تمام المسألة من ربع سدس ونصف اثنين عشر الربع ثلاثة والنصف ستة والسدس اثنين اجمع كم ها آسف المجموع كم احدى عشر إذن مسألتنا هذه فيها رد ماذا نصنع قلنا نصنع مسألة خاصة بالزوج الزوج كم فرضه اربعة واحد وباقي ثلاثة كبيرة ثم تكتب هنا ام وبنت الام فرضها السدس والبنت نصف من كم ستة النصف ثلاثة والسدس المجموع الآن انظر بين ثلاثة والاربع ايش بينهم تباين الاربع متباينة مع الثلاثة ليس بينهم قاسم مشترك بينهم قاسم مشترك هنا كان بينهم قاسم مشترك الثلاثة والثلاثة بينهم قاسم مشترك وهو ثلاثة نفس الرقاب تقول الثلاثة قسمة ثلاثة واحد والثلاثة قسمة الثلاثة واحد وتضرب عليهم الآن هنا ليس بينهم شيء بينهم شيء لا تعكس تأتي بالثلاثة هنا والأربعة هنا يمينك وين هذه أو هذه اليمين أين هنا أربعة في أربعة ستة عشر واحد في أربعة ربع الستة عشر كم أربعة إذن الزوج أخذ الربع بالضبط واحد في ثلاثة 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 في ثلاثة تسعة أجمع كم ستة عشر إذن الحل صحيح مفهوم أعيد طيب ما في مشكلة أعطينا مسألة زوجة ها لا لا أترك هذه لا أحد يفتح الكتاب الشيخ أتركه لا زوجة اخليهم أم أخليهم حللناها أم وبنت نفس هذه المسألة لكن بدا الزوج زوج الزوجة اشتأخذ الثمن والأم والبنت مسألة من كافة ناعش الشيخ المجموع كم تسعة عشر إذن فيها رد إذن لازم نصنع مسألتين مسألة الزوجة من كم تكون من ثمانية تأخذ الثمن واحد والباقي سبعة بينهم أم وبنت من كم المسألة من ستة الأم واحد والبنت ثلاثة المجموع أربعة عندنا هنا أربعة وهنا كم سبعة ماذا نصنع تباين نضع السبعة هنا والأربعة هنا أربعة في ثمانية ماذا؟ أربعة في ثمانية بكم؟ آخر كلام ثلاثين ثلاثين واحد في أربعة واحد في سبعة ثلاثة بسبعة المجموع ثلاثين إذن حل صحيح مفهوم مع التمارين تسهل إن شاء الله نعم إن شاء الله بغير تسأل عن هذه النافسة أيوة ليش ما سوينك يرد على من؟ هذه 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 رد كانت من ستة وصارت من خمسة ردينا عليهم لكن هذه ما يوجد فيها أحد الزوجين قلنا لا يرد على أحد الزوجين لهذا صنعنا مسألتين عشان نعطي الزوجة هنا الثمن بالضبط وهنا الربع بالضبط مفهوم الشيخ؟ طيب مرة أخرى درس اليوم هو الرد طيب الرد عكس العول لكن لا يرد على أحد الزوجين هذه مشكلة عندهم عند الفرضيين إذا كان مع أحد الزوجين صنف واحد يكون من مخرج الزوجين والباقي يرد على الصنف الواحد إذا لا يوجد أحد الزوجين من عدد الرؤوس أو بجمع الفروض وإذا يوجد أكثر من صنف نصنع مسألتين مسألة للزوج مستقلة ومسألة لأصحاب الفروض طيب نعم وزائد عول وناقصة رد ومتساوية هذه ما فيه اشكال فيها وأسهل ما يكون الرد يقول إذا كان على صنف واحد جاتنا تسعة أخوات لأب إيش يأخذ الثلثين في غيرهم لا كم عدد رؤوسهم إذا من تسعة المسألة مفهوم تمام هذا إذا صنف واحد إذا أكثر من صنف دون الزوجين مثاله يقول ثلاثة أخوات لأب وأم أم أم يوم ثلاثة أخوات لهم الثلثين وأم أم أم سدس مسألة من ستة الثلث الثلثين والسدس المجموع مثل ما كنا نصنع فين في العول مفهوم إذا كان يوجد في المسألة رد مع أحد الزوجين مثل زوج وبنت الزوج يأخذ نال الله وإن ناله الزوج يأخذ الربع البنت يأخذ النصف ويبقى معنا واحد المفروض من أربعة الربع واحد يبقى معنا اثنين اثنين لها صح واحد نرد عليها يصير كم ثلاثة فرضا وردا مفهوم تمام ها